فكل واحد فينا كان بيخرج أجمل ما في الثاني وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعل التحاب واللي هو نسخة راقية من التواد شرط في الإيمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كلام في غاية الرقيه كأنه بيفتح قلوبنا والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم يعني عيشوا مع بعض في السلام عيشوا مع بعض في موادة توصلكم إلى سلام القلوب وعشان نفس السلام لازم قلوبنا تكون في سلام ومن أكتر الأشياء اللي بتفسد على الناس سلامة قلوبهم هو أنهم يفضلوا يحكموا على الآخرين دا يحكم على دا ودا يحكم على دا وننقب في البواطن ونتعامل دايما بسوق الظن فما يفضلش في قلبه حتى أي موادة لأن الموادة كانت فين؟ أكلها سوق الظن أكلها الإساءة للناس أكلها احتقار الناس حتى ولو في باطنك كان علي بن مديني رضي الله عنه كان يطلب من الناس بس دا مش مذب ولكن هو على سبيل التربية كان يطلب من الناس أنها تتوضى من الغيبة الباطنة نحن لماذا عندنا غيبة الباطنية؟ نحن عندنا حيات كتيرة ولذلك من أبرق قوانين الحياة أن السعداء الأمينين هم المغمورون المغمورون بإيه؟ بمدد حسن التغافل واليقين وحسن الظن واليقين في حسن تدبير الله له فهم عايشين تحت ظل غمامة من الطيابة ودين الجانب فالغمامة دي حمدهم اللهيب أحقاط الدنيا فهم الحمد لله فراحة ما عندهمش الأحقاط اللي موجودة عند الناس فالإنسان الودود بطبعه إنسان حكيم عاقل متزن مش محتاج إنه هو يشيطن الناس وفي نفس الوقت بسبب اتزانه لا هو محتاج يشيطن الناس ولا محتاج إنه هو ما يخليهم ملائكة فيحسبهم حساب الملائكة لما يغلطوا وإنه ما قدرش يحبهم ما بيكرههمش ويفضل يتمنى لهم الخير حتى ولو ما كانش بيحبهم لإنه ما بيكرههمش هو ده مقتضى التواد الود يا سادة بيطمن قلوب ويخليها في أمان الأب لما يخبط على باب أولاده بس عشان يحضنهم ويطبطب عليهم والحنية من الأولاد على أبوهم واموهم ولا الجار المحتاج إنك تسأل عليه فتسأل عليه وتدعمه ولا الدعم لزوجتك ولو بكلمة يخف عليها تعبها ولا خدمة ممكن تدخل بها الفرحة على قلوب ناس محتاجة كل ده بيخلي حاجة بيشيع في المجتمع حاجة اسمها الأمان المجتمعي لأنه بيشيع ما بين الناس الأمان فقلوبهم تتعمر بالإيمان فيبقى عندهم وازع اجتماعي يمنعهم من أذى بعض حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل الود بيسري في كل شيء وفي كل فعل لدرجة إنه هو شوف الود كده وهو بيسري في نصيحة رسول الله لسيدنا معاذ فيقول له إني لا أحبك يا معاذ فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم عيني على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك يا سادة أنا ما شفتش غزاء للقلوب يخلي الواحد قلبه قوي وعمران زي ما تغزي قلبك كده بالود وإحنا لازم نعرف إن العلاقات مش بالشطارة أو الله العلاقات مش بالشطارة لو حبيتوا نعرف نعرف إيه صلب العلاقات العلاقات بالطيابة عايز العلاقات تدوم بينك وبين الناس خليك طيب خليك إنسان لطيف المعشر خلي ألفازك جميلة خليك بتحاول بقدر الإمكان ما تظن السوء في الناس أو عتظن إنك لو طيب زي ما بيقولوا الناس للوقتي الطيبة هيتبهدل وسط الناس لا الطيبة على فكرة محمي من رب الناس الطيب في حمى رب الناس ليه طيب عشان ربنا قال هل جزاء والإحسان إلا الإحسان وعشان كده لازم تخليك حاسس بدا عايش بدا ما تخليش ده أبدا يبعد عنك أنا أعرف ناس طيبين كتير طيباتهم دي خلت ناس كتير أتجنبهم شرورهم بلاش فلن ده لأن فلن ده طيب بس أنت شرير بس أنا مش عايز أقزي مش عايز تقزي ليه كده في ناس كتير نجيوا كتير من مكايد ناس كتير مؤذيين عشان الطيابة بس ولزيك دايما نقول إذا أردت أن تكون في حصن وفي منعة فعليك أن تلبس درعا من اللين والطيابة وحسن المعشر إلبس درعا كده عايز تحمي نفسك أحمي نفسك بالطيابة على فكرة طيب بيكون حاسس بأنه هو في أمان كده وفي برض وفي سلام أنه مش محتاج أنه يدخل في صراع مش محتاج أنه يقاتل مش محتاج أنه يأذي حد مش محتاج أنه يكيد حد وعشان كده لو عشنا بالطيابة دي حياتنا هتتغير كتير قوي قوي لو حبينا نحط شوية إجراءات كده تساعد الناس عشان تسترد الود تاني مرة تانية فمن أوائل الإجراءات دي أنه أنت تبادر وما تتأخرش أنه أنت تقول كلمة حلوة أو دعم للناس تسندهم وطيب خطرهم خلي عندك ورد كل يوم من تطيخ بخواطر الناس كده تخلي نص سعب الطيب فيها خواطر الناس طيب بس إحنا كمان عشان أبقى طيب وبقى عندي ود لازم أقفل محبس الشر لازم أقفل كمان إيه المكان اللي بيجيلي مني منه السموم والريح الخبيثة اللي هي إيه لا تتتبع أخبار الناس وما تحكمش عليهم بالعكس ابحث عن الجميل في كل إنسان ترى واعظمه تقول له على فكرة أنت طيب حتى ولو أنت ما كنتش شايف ده أنا طيب آه شفت أنت بتعمل الكلام دوت إزاي شفت أنت حريس إزاي شفت أنت ما أردتش أن أنت تأذف فلان إزاي وده ما يعملوش غير ولاد الأصول وإنت مش بتجمله أنت فعلا هو عمل كده بس أنت بتعظم ده عشان يبقى ها هو ده والدام عينه كبير فيستمر بيه ويشوف الناس بتحب ده بتحب الخير ده فيعمله تالت حاجة دايما بقول من علامات صدق الحب اللي بدع في حب البديع أبدعه في الود للناس ستين عائشة أبدعت في ودها للمحتاجين فعملت ايه؟ فطيبة الصدقة طيبة الصدقة اللي راحها للمحتاجين ليه طيب؟ بتودهم بتحسسهم أنها بتحبهم بعض الناس يقول لك ده طيبة الصدقة بس عشان لا هي كمان بتقول للناس أنها بتحبهم لما حد يوصل له الصدقة وهي ريحتها حلوة الفلوس وهي ريحتها حلوة الهدية الملابس اللي راح أديها للناس وهي ريحتها حلوة إيه اللي حاصل؟ الناس تحس أنه فيه حد بيحبني كمان احنا ممكن نعمل إجراء لطيف إننا ندعي الله سبحانه وتعالى عشان نكون من أهل الود إننا يبقى عندي ورد بادعي ربنا إنه يجعلني من أهل التودد والود ولو ما عندكش دعاء ممكن تقول الدعاء ده تقول إيه؟ يا رب إني أعلم أنك تنظر إلي وأنك تجعل علاقات مع الناس محل نظرك فاللهم إني أسألك أن تنور بصيرتي حتى تجعلني كلما تعاملت مع عبد من عبادك أراه في حماك وأراه في أمنك فأدخل معه في أمنك حتى نسعد بحضرتك يا جميل يا ودود يا لطيف يا سادة إحنا دايماً مع بعض بنرجو إن إحنا نكون في حما مولانا سبحانه وتعالى ونعيش في رضاه ونعيش في وده ونعيش في لطفه ونعيش في كرمه وهو سبحانه وتعالى مش هيخزنا أبداً يلا شمروا ساعة الجد وارجعوا لودكم تاني وحبوا بعض على قد ما تقدروا وخليك طيب وما تخافش الطيب في حما الطيب والله طيب لا يقبل إلا طيبة فتخيل بقى لربنا قبلك ماذا سيضع لك في قلوب الناس وأدي من الحب سيبذره لك حتى تستطيع أن تجدوا ظلال وارفة في قلوب الناس قبل أن تجدوا في الحياة يا رب الهمنا رشدنا وجعلنا من الطيبين يا رب العالمين